السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام من قناة منوعات لينا كنرحب بكم وكنوجه ليكم ألف تحية وتحية وكنن اقتار عليكم أو كنشارك معاكم ضمن شهوات رمضان للفطور نسمى بحشوة صحية واقتصادية أتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتوصلوه الأكبر عدد من اللايكات وتشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب والأصدقاء وكنساش متابعين قناة منوعات لينا الأوفياء كنرحب بهم دائما وهما الضار دارهم وكننرحب احتبر الناس الجدد اللي عد تعرفوا على القناة كنقول لهم مرحبا بكم ومعليكم غير تفعلوا الجرس على اقتراح الكل أو اختيار الكل باش توصلوا بجديد الفيديوهات هذا المسمن هو للإشارة كي يدخل الفرن وكي يطيب حتى في المقلات إذن حسب الرغبة أو حسب الاختيار حسب ضوق كل واحد المهم أنني كنتمنى تشوفوا الفيديو حتى الآخر وغادي نشوفوا القوام ديل هاد المسمن من الداخل هنشوفوا الحشوة كيفاش طيبة نتمنى يعجبكم هادي هي الحشوة نسمى الطيب والديد هي شهي من بعد غادي ندوزوا التفاصيل الفيديو اللي كنتمنى تكونوا معايا على بركة الله لكن دوب الحشوة هي اللولا الحشوة كلها خضر دون لحم عند الكمية حسب الأفراد أو حسب متوفر حسب اختيار كل واحد عندي بصل مقطع كمية من الفلفل الأخضر كمية من الفلفل الأحمر مبشور القرع الأخضر أو كمية من القرع الأخضر أو الكورجات مبشورة عندي كمية من الجزر أو خيز مبشورة وعندي ثلاث فصوص مبشورين هادي هي الحشوة وعندي غنعززها بزيتون مقطع الزيتون غننضيفه حتى الآخر حتى تشحر الحشوة غننزيد الملح في الأول الملح دائما حسب الضوغ نحقهم على النار وبدن نحرك كما كتشوفوا طريقة سهلة شعرت عليم النار متوسطة غننبق نحرك حتى تندمج العناصر غننخليها حتى تدطيب وبدن نحرك كيفية البخار تطالع نبدأ نحرك بهذا الشكل هذا سنزيد العطرية التي عندي ملعقة فابريكا أو تحميرك ملعقة سكينجفير أو زنجبيل ملعقة كوركم أو خركم بلدي نصف ملعقة إبزار أو فلفل أسود سنزيد هم للحشوة ونحرك مزيان حتى تندمج العناصر مع بعضها كلها طريقها هي بين ضاهرك بينكم سنحرك ونجعلها طيب من بعد سنزيد الزيتون مقطع للأسف هذه اللقطة لا تصورت ونجعلها الطيب شوية من بعد طيب سنطفع لها النار كنأكد نطفع لها النار بعد نزيد المعدنوس أو البقدونس والقزبر نقول بالدارجة المغربية الربيع سنزيد لها بعد ما طفعت النار نحرك مزيان ونخلي الحشوة تبرد ونمشي نوجد العجين المثمن على بركة الله هي شوية السكر مع كمية من الضقيق الأبيض ونصف الكمية من الفينو وماء للعجن والملح دائما حسب الضوغ نخلط العجين كما تشوف هذا الطريقة التي عندها العجانة يستعملها العجانة الكهربائية وماء أحلى عجينة اليد عجينة اليد دائما ستكون مزيانة نزيد في الماء ونجمع في العجين حتى تجمع كلها جمعها مزيان بالطريقة المغربية العجينة بالطريقة المغربية كما تعرفوها من غربة كلهم يعرفوها نجمع ونضلك شوية لكسب الوقت نزيد الماء مرة مرة تجمع العجين مزيان نحن نجعلها ترتاح 11 دقيق ونبدأ نشكل في كويرات المثمن كويرات حسب الضوء يمكن تكبريهم أو تصغريهم مهم حسب الضوء نضيفهم في الصينية مدهونة بالزيت كويرسقوش نكملوا الكمية اللي عدنا كلها ناخذ الزبدة مدوبة نخلطوها مع الزيت باش ندهنوا بها ونقرسوا بها المثمن كنقولو كنثمنوا بها المثمن هالطريقة قدامكم اللي كتشوفو نقرسوا لك نثمنوا اخذينا هذه الصينية حين تبلا مسطحة نبسط المثمن طريقة اللي كتشوفو قدامكم كنثمن رقيق القطعة نسمنا رقيقة طريقة ظاهرة للجامع سنضع الحشوة بعد ما بردت بهذا الشكل هذا كمية الحشوة على حسب الحجم المثمن نضع من الجن كنثب عليها الجناب بهالطريقة هذه كتشوفو مربعة سنضع المثمن مربعة نضع ونجيب واحدة اخرى نقرس تهيا نورقها مزيان نبسط مربعة 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 نضع المثمن حشوة ونسد عليها بهذا الشكل هذا نكمل كمية ونضع الصينية هذا هو المثمن سنقرس فيه او نبسط فيه ونضع في اللاطة سنقرس كامل هذا هو حتى لا تضيع الوقت وقرسته حطيته في اللاطة عندي ججلطات او صينيتين اللي غدين ندخل الفران عندي كمية كبيرة وما زال عندي بقي عندي المثمن او دخلته الفران ونحلي طيب على نار متوسطة ونقرس ونقرس المثمن اللي قلت لكم في الاول سوف يطيب في الفران وفي المقلات المثمن فيه الحشوة سوف نقرس او نبسط ونضع في المقلات هذه المقلات اللي سوف نطيف فيها المثمن المقلات عندها حجم كبير اكبر حجم للمقلات سوف نضع فيها اربعة في القطاع يلا مثمن كما تشوفوا وفي التقراس نتابه التقراس ما يتقطعش لكم باش ما تخرش الحشوة شفتوا انا تعمت نوريكم هاديك اللي تارت من خرجة الحشوة من الجن هذه الاشارة المثمن اللي في المقلات كيطيب بسرعة واسرع من اللي كيطيب في الفرن هاهم مطابق غلي نحطهم فائنا او تبصيل صرعت شوية الفيديو مش ميكونش طويل بساف المثمن ها ها هو المثمن موجود ومن بعد غلي نجبد اللاطات تحتهم مطابق غلي نحطهم في ايناء او تبصيل صحاة والراحة نتمنى تجربوا هاد المثمن ودلوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وإلى الفيديو المقبل بإذن الله